اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والنماتودة والكراد وبعد كده تطرقنا إلى الوسال الانتشار قلناها وبعد كده أخدنا طرق تشخيص المرض النباتي قلنا في طرق تشخيص المرض النباتي عندي اكثر من طريقة المشاهدة والفحص الظاهري اللي بتعتمد على الخبرة الشخصية واستخدام النباتات الكشافة واستخدام الميكروسكوب الضوئي العادي واستخدام الميكروسكوب الالكتروني والاختبارات الكيموية والاستشعار عن بعد والاختبارات السيرولوجية والاختبارات التكنولوجية المعتمدة على الأحماض النهوية وبعد كده أخذنا علاقة الأمراض بالبيئة وبعد كده أخذنا طرق مكافحة الأمراض النباتية وقلنا بتشمل خمس طرق رئيسية أول حاجة طرق التشريعية والطرق الزراعية والطرق البيولوجية والطرق الكيموية تعتمد على استخدام المواد الكيموية في المكافحة واحدث الطرق اللي هي طرق استحساس المقاومة في النبات وبعد كده اخذنا ديناميكية المقاومة قلنا قسمنا النباتات لثلاث اقسام على حسب درجة قابليتها للاصابة قلنا نباتات منيعة نباتات مقاومة ونباتات قابلة للاصابة وبعد كده قسمنا المقاومة في النبات اللي هي نوعين مقاومة تركيبية ومقاومة كيمو حيوية واخذنا تطبيقات على استحساس المقاومة في النبات وعرفنا يعني ايه مقاومة مستحسة وعرفنا انواع المقاومة مستحسة قلنا مقاومة مستحسة جهازية ومقاومة مستحسة مكتسبة وبعد كده تطراقنا الى الامراض التي تسببها الفطريات واخدنا الاهمية للتعريف الفطريات والاهمية الاقتصادية للفطريات وبدأنا ندرس اهم الاقسام الفطرية قلنا خمس اقسام رئيسية على حسب طريقة التكاثر الجنسي الفطريات البيضية والفطريات الزيجية والفطريات الاسكية والفطريات البازدية والفطريات الناقصة واول حاجة اخدناها في الامراض اللي بتسببها الفطريات اللازجة اخدنا مرض واحد بس اللي هو وراء من الجزر الصولاجاني في العائلة الصليبية وبعد كده اخذنا الامراض اللي بتسببها الفطريات البيضية اخذنا موت البادرات وتصمه الموالح والندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم وامراض البيض الزغبي بعد كده اخذنا الامراض اللي بتسببها الفطريات الزيجية اخذنا منها العفن الجافي لوز الكطن وعفن الطرفي سمار الفاكهة وبعد كده اخذنا الامراض اللي بتسببها الفطريات الاسكية واخدنا منها في العفن الاسود في البصل وعفن سمار الموالح البنسليوم اللي هو العفن الاخضر والعفن الازرق وبعد كده اخدنا امراض البياض الدقيقي وقلنا في امراض البياض الدقيقي مظهر الاصابة ده مهم جدا وبتكرر في كل الامراض باختلاف العائل اللي هو بقع دقيقية المظهر على سطحي الورقة العلوي والسفلي واخدنا طرق المكافحة وظروف الملامة لانتشار المرض واعراض الاصابة المختلفة بعد كده تطرقنا للامراض اللي بتسببها الفطريات البازدية وقلنا الفطريات البازدية بتشمل امراض التفاحمات والاصداء واخدنا في امراض الاصداء بتنقسم لنوعين اصداء وحيدة العائل واصداء صنعية العائل وقلنا الاصداء صنعية العائل بتشمل اصداء القمح السلاسة اللي هو الصدق الساق الأسود في القمح والصدق الأصفر والصدق البرتقالي وبعد كده خدنا أمراض الأصدق وحيدة العائل قلنا زي صدق الفول وصدق الورد وصدق الفصولية وكل الأصدق بتبقى وحيدة العائل خدنا منها الأعراض وظروف الملامة لانتشار المرض وطرق المكافحة والعلاج تعالوا بينا نبدأ حلقة اليوم أعزاء الطلبة والطلبات وعايز أبدأ معكم الحلقة باستعراض بسيط لمقارنة بين فطريات التفاحمات والأصدق تعالوا بينا ناخد المقارنة مع بعض فطريات التفاحمات العوائل وحديت العائل يعني بتعتمد في دورة حياتها على العائل واحد انما فطريات الأصدق بتبقى في منها وحدية وفي منها سنائية الجرسيم التليتية في فطريات التفاحمات بتكون غير معنقة وبتبقى خلية واحدة وفيها نواتين بينما في فطريات الأصدق بتكون جرسومة تليتية معنقة وبتتكون من خلية واحدة او اتنين او اكثر وبيكون بها نواتين الجراسيم البازيدية بتتكون على حامل بازيدي بدون زنيبات وعددها بيكون غير محدود بينما في فطريات الاصداء بتنشأ على زنيبات وعددها محدود بيكون عادة اربع جراسيم بازيدية دورة الحياة في فطريات التفاحمات بتكون بسيطة بتتكون من طورين فقط هما الطور التليتي والطور البازيدي بينما في فطريات الاصداء دورة الحياة بنقول عليها دورة حياة طويلة او معقدة وانا قلتلكم لازم تحفظوا الاطوار بالترتيب بتبدأ بالطور الباكني وبعدين الاسيدي وبعدين اليوريدي وبعدين التليتي وبعدين بتنتهي بالطور البازيدي وتركزوا في المقارنة دي انا جايبها لكم علشان ممكن تتعرضوا لها في الامتحان بتاع اخر العام ان شاء الله تعالوا بينا ناخد الامراض اللي بتسببها الفطريات الناقصة قبل ما نبدأ في الفطريات الناقصة حابب اديكم فكرة عنها الفطريات الناقصة سموها ليه فطريات ناقصة ممكن تتعرض لسؤال علي في الامتحان لماذا سميت الفطريات الناقصة بهذا الاسم هتقول له باختصار شديد جدا لانه لم يعرف لها طور تقاصر جنسي طيب الفطريات الامراض اللي بتسببها الفطريات الناقصة المايسيليم فيها بيكون مقسم ولا غير مقسم لا بيكون من النوع المقسم والتقاصر اللي جنسي بيعتمد على 3 انواع من الجراسيم هو عموما انت ممكن في الامتحان لو جالك اكمل هتقول الجراسيم الكوندية انما هم في الحقيقة بيكونوا 3 انواع جراسيم ماكرو كوندية وجراسيم مايكرو كوندية وجراسيم كلامدية او اللي احنا بنقوله عليها جراسيم كوندية بينما التقاصر الجنسي هتكتب وتقول غير معروف لها ممكن تتعرض لها صح وايه وخطأ او تتعرض لها اكمل في امتحان اخر العام وكمان عندك اه في بعض الفطريات بدأ يعرف لها حاليا طور تقاصر جنسي زي فطريات اللي بتسبب التبقع البني في الفول وده ضموها تابع الفطريات الاسقية وفطر خناق الخطن عرف ليه طور تقاصر جنسي واصبح يتبع الفطريات البازدية تعالوا نشوف بقى الصفات العامة مع بعض نستعرضها مع بعض كده اول حاجة المايسيليا مقسم زي ما ينكو من شوية اتنين الطور التقاصر الجنسي غير معروف لذلك سميت الفطريات بالفطريات النقصة تتقاصر لا جنسيا بتكوين الجراسيم الكوندية واربعة بتصيب هذه المجموعة من الفطريات العديد من العوالي النباتية زي المحاصيل الحقل والمحاصيل البستانية بتسبب لها امراض خطيرة جدا ومن تلك الفطريات ما يوجد في التربة ويسبب امراض الزبول وامراض اللفحات تعالوا بقى نستعرض اول مرض عندنا في حلقة النهاردة اللي هو الزبول الفيوزاريومي اللي هو احنا بنقول عليه شلال القطن المسبب فطر ناقص وفطر الزبول اللي هو بيسموه فيوزاريوم اكسوس بوريام التقاصر طبعا الاسم العلمي انتو مش عليكم انتو بس يعرف انه هو فطر ناقص وتاخد الدرجة كاملة ان شاء الله في الامتحان التقاصر اللي جنسي بيتم بثلاث انواع من الجراسيم زي ما نقل لك من شوية جراسيم المايكرو يعني كلمة مايكرو يعني صغيرة جراسيم مايكرو كوندية بتكون بيضاوية الشكل او مستطيلة وبيكون شفافة والنوع التاني اللي هي جراسيم المايكرو كوندية وماكرو يعني كبير ماكرو كوندية بتكون هلالية الشكل يعني واخد شكل الهلال واخر نوع جراسيم الكلامي دي بتبقى جراسيم السكون يعني بتقضي طور السكون وهي وحيدة الخلية وزاد جدار سميك عشان تتحمل الظروف البيئة الغير ايه ملامة زي ما احنا عم نعودينكو في شاشتنا الجميلة شاشة في بيتنا مدرسة دي المعلومة بتجي لك بالصوت والصورة عشان تثبت في دماغك لاكبر فترة ممكنة اه الاعراض في عندي نوعين من الاعراض دي اولا فيه اعراض بنقول عليها اعراض خارجية وفيه نوع تاني بنقول عليها اعراض تشريحية الاعراض الخارجية ده بشوفها بالعين المجردة بينما الاعراض التشريحية لازم اعمل قطاع لاما قطاع طولي لاما قطاع اعراضي وافحصه تحت الايه الميكروسكوب هناخد الاول الاعراض الخارجية اللي بيمائز المرض لزبول الفيوزريومي او شلل القطن اللي هو اسفرار شبكي في الاوراق الفلاقية اللي هي اوراق البادرة بيبدأ هذا الاسفرار من الحفة ويمتد حتى يعم الورقة كلها فتجف ويصبح لونها بني اتنين زبول النباتات ويموتها وده يعتبر خسارة مباشرة ولا غير مباشرة الشطار حيجابوا معايا دي تعتبر خسارة مباشرة الاعراض الداخلية بنعمل قطاع طولي في جزر النبات المصاب بوسط مشرة وبنشاهد وجود خطوط بنية اللون على الحزم الوعية بطول الجزر الحزم الوعية اللي هي ايه شباب الحزم الوعية مقصود بها اوعية الخشب واوعية الوحاء اوعية الخشب بتنقل الماء من التربة عبر الجزر الى باقي اجزاء النبات وخصوصا الاوراق عشان تقوم بعملية الفوتو سينسز او بنسميها عملية البناء الايه الضوئي او التمثيل الضوئي وبعد كده بعد ما بتتم عملية البناء الضوئي وبتصنع الكربوهيدرات او المواد الغذائية بيتم توزيعها على باقي اجزاء النبات المختلفة بوسط النوع التاني من الحزم الوعية اللي احنا بنقول عليها انابيب اللحاء بعد كده هناخد الاعراض زي ما انتم شايفين اللي فوق دي كلها اعراض اصابة ظاهرية واللي تحت هنا دي بتبقى اعراض اصابة تشريحية ودي قطاعات مختلفة لقطاع لنبات مصاب وده هنا قطاع لنبات شايفين الفرق بالاثنين اللون البني في الحزم الوعية واضح جدا في الصورة هناخد بقى الظروف الملامة لانتشار المرض المرض ده بينتشر عند درجات حرارة وبتتراوح ما بين 25 ل30 درجة موية وبتقل الاصابة لو انخفضت درجة الحرارة عن 18 ولو زادت عن 32 درجة برضو بتنخفض نسبة الاصابة والرطوبة المناسبة لانتشار المرض من 50 الى 60% من قوة حفظ الارض للماء اللي احنا بنقولها على الساعة الحقلية دورة الحياة بيعيش الفطر المسبب لهذا المرض في الطربة وبيمكنه ان يعيش مدة طويلة في حالة غياب العائل لانه هو الجدار بتاع الجرسومة بيكون جدار سميك الجرسومة القدرة على المحافظة على حوياتها مدة طويلة وعند وجود العائل بتنبط هذه الجرسوم وتختارج جزور النبات القطن وبتأخذ طريقه الى الاوعية الخشب ويبتكسر الفطر وبتسد هيفاته هذه الاوعية فبيتعذر مرور الماء والاملاح مما يؤدي الى زبول النبات واموته هناخد المكافحة وزي ما انا معودكم في المكافحة اول حاجة تكتبها في المكافحة حتى لو مش مقررة زراعة اصناف مقامة وتاخد الدرجة كاملة ان شاء الله اتنين مقامة النيماتودة ممكن يجيلك سؤال علل في الامتحان يقول لك تشتد الاصابة بمرض الزبول الفيوزاريوم او مرض شلل القطن عند الاصابة بالنيماتودة الاجابة باختصار شديد جدا لانه النيماتودة تعمل على احداث جروح مما يسهل من دخول المسبب المرض اللي هو الفطر الفيوزاريوم اتنين اتباع دورة زراعية مناسبة تلاقي اربعة عدم الافراط في التسميد الازوتي مع العناية بالتسميد البوتاسي والفسفاتي واخدنا سؤال علل اكتر من مرة الاعتدال في استخدام استماد الازوتي هتقول له الاجابة لان استماد الازوتي يعمل على دفع النبات لتكوين مجموع خضري كسيف وغض مما يسهل من اصابته بالمسببات المرضية واستخدام احد المطاهرات الفطرية الموصف استعمالها من قبل وزارة الزراع هناخد المرض الثاني اللي هو الزبول الفيوزاريوم برضو بس على العائل المختلف اللي هو الطماطم المسبب فطر ناقص دورة الحياة عند تعرض او توفر الظروف الجوية المناسبة للعائل بيخترق العائل عن طريق القمة النامية للجزر وبيبدأ انه هو ينتشر فيه اوعية الخشب وبيبدأ يفرز انزيمات محللة للبيكتين اللي هي بنقول عليها بيكتين مسايل استيريز او جيلكترونيز الانزيمة دي بتحلل البكتين البكتين لما بيتحلل بيعمل على سد الاوعية الخشب مما يعيق من مرور الماء واحد الزبول وموت للنبات طرق انتقال المرض بينتقل المرض عن طريق الاراضي الملوسة الى الاراضي السليمة بعد الطرق اهمها مياه راي طرب العالقة بجزور الشتلات الات الخدمة الزراعية وراوس الحيوانات اللي هو السماد البلدي الاعراض زي ما اخدنا برضو في القطن برضو فيه الطماطم فيه اعراض ظهرية واعراض تشريحية الاعراض الظهرية بتتخلخص فيه اصفرار الاوراق السفلية يعني الاصابة بتبدأ من الاوراق السفلية في اتجاه الاوراق العلوية وزوال لون العروق يعني بيتحاول من اللون الاخضر الى اللون الاصفر واعناق الاوراق بتبدأ تنحني الى اسفل والاوراق تموت والبماز المرض ده وجود بقعتين لونهم بني عند منطقة اتصال عنق الورقة بالساق الاعراض التشرحية لو عملنا قطاع عرضي او قطاع طولي في ساق النبات بنلاحظ خطوط طولية لونها بني فاتح نتيجة لون الاوعية الخشب بلون بني واللون البني اولاد بينشأ نتيجة افراز النبات لانزيم المواد الفينولية اللي هو انزيم الفينول بيروكسيديز وده اللي بيعمل اللون البني فيه اوعية الخشب بعد كده هناخد الاعراض زي ما انتوا شايفين اهو بالصوت والصورة معنا في شاشتنا جميلة ادي الاعراض على المجموع الخضري وادي الاوراق بتاعة الطماطم السفلية بيبدأ الزبول من اسفل الى اعلى زي ما انتوا شايفين والاعراض التشرحية اللي هو الحزم الوعية بتتلون بلون ايه بني المكافحة هتلاقي فيها شبه كبير جدا من الزبول الفيوزريمو في القطن استخدام تقاوب زور اه معتمدة من مصدر موصوق به انتاج شتلات سليمة في تربة خالية من الاصابة بالفطر المسبب للزبول واتباع دورة زراعية مناسبة لمدة اكثر من خمس سنوات بحيث لا يزرع بالارض اي محصول من محاصيل العائلة البازنجانية اللي هي بتشمل يا شباب بتشمل الطماطم والبطاطس والبازنجان والفلفل هي دي نباتات العائلة البازنجانية العناب التسميد وزود فيه استخدام الاسميدة البوتاسية لانها بتعمل على تقليل الاصابة عن طريق انها بتعمل على صلابة الجدر الخارجية للنبات زراعة اصناف مقامة وقلنا بنكتبها في اي مرض عندنا النوع التالت او المرض التالت اللي هو الزبول الفيوزريمو بس في نبات زينة اللي هو نبات الجلاديولاس من اخطر الامراض اللي بتصيب ابصال الجلاديولاس وده بيسبب خسار بنسبة تقدر بحوالي من 20 الى 80% المسبب فطر ناقص والاعراض اصفرار اوراق الجلاديولاس من حفاتها العليا اولا ثم بيمتد الاصفرار حتى يعم الورقة كلها بتتبل وبتموت ايه المشكلة اللي عندي لو الورقة ديبلت هو نبات زينة اصلا نبات ابصال وكمان الورقة انتوا عارفين انها مصنع النبات لانتاج او للقيام بعملية البناء الضوئي طالما ما فيش كلوروفيلي بقى ما فيش عملية بناء ضوئي وبالتالي بقل المحصول صغر حجم النباتات المصابة وبالتالي عدم تكون الشماريخ او تتكون شماريخ مشوهة عديمة القيمة التجارية وغالبا ما تموت النباتات قبل عملية الايه الازهار هناخد بعد كده المكافحة فرز الابصال جيدا قبل الزراعة واستبعاد المصاب منها اتباع دورة زراعية مناسبة لمدة اربع سنوات وزراعة اصناف مقاومة او ضعيفة القابلية للاصابة وتقليل الرأي وعدم الافراط في السماد الازوتي تقليل الرأي لانه الفطر بحب الرطوبة العادي عدم الاسراف في السماد الازوتي انتوا عارفين السبب لانه السماد الازوتي بيدفع النبات لتكوين مجموعة خضر كسيف وغض مما يسهل من اصابته بالمسبب الايه المرض هناخد المرض الرابع عندنا فيه الفطرات الناقصة اللي هو العفن الوردي فيه كزان الدورة المسبب فطر ناقص والاعراض بيتماز هذا النوع من العفن في الكزان من النادر انه يصيب جميع الحبوب في الكوز لا ده بيصيب صف او صفين على الاكثر وبيكون لون الاصابة وردي وبتبقى مغطاة بنمو فطري وردي اللون اتنين ضعف وتعفن فيه انسجة قاعدة الساق لو الساق طبعا كان ضعيف بيؤدي الى كسره بسهولة عند هبوب الرياح مما يؤدي الى رقاد النباتات وموتها في النهاية تلاتة بتظهر الاعراض عند شق الساق فيظهر تلون وردي اللون الاعراض زي ما انتو شايفين اهو ادي الكوز بتاعة الدرع عليه العفن الوردي فيه كزان الزرع هناخد بقى الظروف الملامة لانتشار المرض ارتفاع نسبة الرطوبة اثناء التخزين في المخزن المكافحة تطهير التقاوب مطهر فطري مناسب موصبه من قبل وزارة الزراعة زراعة اصناف او هجن بنقول عليها مقاومة زراعة تقاوم اخذها من محصول سليم لم تظهر فيه اصابة التكفيف في المحصول جيدا وفرز الكزان قبل التخزين واخر حاجة والخامسة اللي هو ممكن نقلل من اصابة الجزور وقعادة الساق عن طريق التحكم في مية الرأي لانه هو بحب الرطوبة العالية زي ما احنا واخدين فوق وتجنب تعريض النباتات للجفاف واتباع دورة زراعية مناسبة المرض الخامس اللي عندنا مرض اسمه عفن طفية السجار في سمار الموز بينتشر هذا المرض في مزارع الموز وخصوصا المزارع القديمة او اللي احنا بنقول عليها غير المعتنى بها او المهملة او الموبوعة بالحشائش او اللي بها مخلفات نباتات الموز الظروف الملعمة درجة حرارة 25 درجة مهوية والاعراض هذا المرض بيصيب الطرف الخارجي اللي اسمار الموز وبيقضي على قشرة الموز واللب في هذه المنطقة وبتظهر جافة وبتاخذ مظهر السجار المحترق لو جالك سؤال علي في الامتحان لماذا سميها هذا المرض عفا انطفيت السجار بهذا الاسم هنتقول له لانه السمار بتاخذ مظهر السجار المحترق المكافحة مدومة العناية بخدمة المزارع خلي بالك يا ولاد في المكافحة دايما انا بعمل عكس الظروف الملعمة لانتشار المرض وايضا عكس طرق او وسائل انتشار المسبب المرض يعني لو عندي مثلا حشاش في الارض في المكافحة بعمل على تنظيف الحشاش ازالة المخلفات اللي هي مهملة من نباتات الموز وزي ما انتو عارفين الموز من المحاصيل اللي احنا بنقول عليها قاتل امه وابيه يعني لا يصمر الا مرة واحدة في حياته ولذلك بنقوم بازالة الخلفة بعد عملية الاسمار مباشرة بعد ما بجمع المحصول بزيلها علشان اعطي فرصة للخلفات الجديدة ان هي تكون لمحصول جديد وزي ما انتو شايفين في الصورة الصوباء الموز واخد شكل في الطرف بتاعه السجار المحترق زي ما انتو شايفين هناخد بعد كده سادس مرض اللي هو زبول الاطراف وعفن السمار في المنجو احنا خدنا زمان موت الاطراف في المنجو في الاعراض اللي هي موت الخلايا والانسجة وانا ده زبول تدريجي او موت تدريجي بيبدأ من اسفل في اتجاه القاعدة المسبب فطر ناقص والاعراض زبول وموت اطراف الافرع والاخصان الحديثة وما عليها من اوراق في حالة الاصابة الشديدة بيبدأ موت الافرع الواحد بعد الاخر على التوالي وفي الاخر الشجرة بتجف تماما اتنين بيصيب السمار فيحدث فيها تلون بني وخصوصا عند منطقة اتصال السمرة بالعنق وخصوصا الاصناف الكبيرة او لا زي صنف تيمور مثلا ده بيبقى السمرة فيه كبيرة وبيظهر على السمرة عفن طري وبيبقى ليه رائحة مميزة اللي احنا زي رائحة التخمر المكافحة زي ما انتوا شايفين ده الجراسيم الكندية واللي تحت هنا ده اشجار مصابة بزبول الاطراف واللي في تحت دي سمرة منجا مصابة بعفن السمار في المنجو المكافحة تقليم الاشجار لازالة الفروع الميتة وراش الاشجار بمبيد فطري مناسب قبل التزهير او باحد المبيدات الفطرية التي توصي بها وزارة الزراعة اتنين لمنع اصابة السمار يجب العناب قطفها وعدم احداث جروح بها وتخزينها في مخازن باردة جيدة التهوية بعد جمعها مباشرة ويمكن تطهرها قبل التخزين بغمسها في محلول مطهر اسمه محلول البوركس بتركيز 4% سابع مرض عندنا في الفطريات النقصة ممرض خطير جدا بيصيب الفول في مصر اللي هو التبقع البني في الفول ويبيعتبر من اخطر امراض الفول في مصر الظروف الملامة الرطوبة جو الراطب او البارد الراطب لذلك ممكن يجيلك سؤال عالل في الامتحان ينتشر مرض التبقع عالل يبينتشر مرض التبقع البني في الفول في شمال الدلتة هتقول له لانه يناسبه درجة الحرارة المنخفضة والجو البارد الراطب بيكسر او بتصل الخسائر بهذا المرض الى حوالي من 5 الى 10% واحيانا بيقضي هذا المرض على المحصول تماما هناخد بعد كده المسبب عندنا فطر النقص زي ما احنا متعودين الاعراض بتظهر او الاعراض الاصابة على الاوراق على هيئة بقع مختلفة الاشكال والاحجام لونها بيكون محمر بيتدرج الى ان يصل الى اللون البني بتقدم الاصابة وبتكون حافة البقعة اتكا من وسطها يعني الحافة الخارجية اللي التباقع البني بيكون اتكا من بقية البقعة وبتظهر هذه الاعراض على اعناق الاوراق والسيقان في شكل بقع مستطيلة الشكل بنيت اللون قد تتحد مع بعضها فتشكل او تشغل جزءا كبيرا من النبات اللي ايه المصاب خلي بالكم بقى من الحتة اللي جاء دي تتجدد الاصابة في نفس الموسم بالتباقع البني في الفول عن طريق الجرسيم نقط الجرسيم الكندية بينما من موسم لاخر عن طريق نخط عن طريق الاجسام الايه الحجرية هناخد بعد كده الاعراض زي ما انتوا شايفين في الصورة معنا ايه دي الاوراق مصابة بالتباقع البني زي ما انتوا شايفين البقعة بتكون الحفة الخارجية لها اتكا من وسط الايه البقعة هناخد المكافحة جمع وحرق مخلفات الفول كلما امكن ولذلك لابادة مصدر العدوى الموجودة بها التأخير في معادة الزراعة ويفضل ان احنا نزرع في النصف الاول من نوفمبر لاعتدال في رأي وخاصة بعد السدة الشتوية والمرض ده ممكن ان انا اعمله عملية رش وقائي اربع الى خمس مرات بيفيد فيه بين كل مرة والتانية بتكون حوالي اسبعين بمجرد ظهور الاصابة ده بيقلل نسبة الاصابة عندي بمرض التباقع البني في الفول واستخدام التسميد الفوسفاتي بيقلل نسبة الاصابة بالمرض وزراعة اصناف ايه مقامة المرض الثامن اللي عندي اللي هو عفن الراقبة في البصل وكلنا في البيت بنتعرض لهذا المرض او في المخازن في الاسواق لانه المرض ده لو البصلة اعرضت لأي جرح اثناء عملية الجامعة او اثناء عملية النقل او التخزين بيؤدي الى انتشار هذا المرض بصورة وبقية وبيحقق خسار كبيرة جدا بعد جامع الايه المحصول يعني المرض بيصيب الابصال بعد جامع المحصول وفي المخزن والمسبب فطر ناقص الاعراض ظهور عفن عند الراقبة عشان كده سموه عفن الراقبة في البصل وبيبدأ بشكل بقع صغيرة بيضاء على الاوراق اللحمية تكون هذه البقعة غائرة وبيتغير لونها الى اللون الاحمر ويكون شكل الحرشيف كالمسلوكة اثنين مشاهدة نمو الزغب يرمض اللون على الاجزاء المصابة هو عبارة عن هيفات وجرسيم الفطر المسبب لهذا المرض تلاتة ظهور اجسام صغيرة هي عبارة عن الاجسام الايه الحجارية الاعراض زي ما انتوا شايفين في الصور معانا ادي بابصال مصابة بعفن الراقبة في البصل وعند اشتداد الاصابة قد يؤدي الى هلاك نسبة كبيرة جدا من المحصول في المخزن المكافحة العناية التامة عند جامع المحصول فلا يقلع قبل تمام النطج تجنب حدوث جروح بقدر الامكان تقطيع العروش على مسافة 5 سنطي فوق العنق حتى لا تجرح البصلة عند منطقة الراقبة اربعة بعد تقليع المحصول يجب تكفيفه جيدا قبل التعبئة والتخزين خمسة بنقوم بعملية فرز لاستبعاد الابصال المصابة واعدامها ستة يجب ان يكون التخزين في مخازن جيدة التهوية ودرجة حرارتها منخفضة تاسع مرض عندنا من الامراض اللي بتسببها الفطريات الناقصة اللي هو اللفحة في الارز وده مرض خطير جدا من امراض الارز في مصر بيحقق خسائر لمحصول الارز بتقدر بحوالي 2-3% المسبب فطر ناقص والظروف الملامة درجات الحرارة المرتفعة نوعا حوالي 25-30 درجة مئوية والرطوبة العالية الاعراض بيسبب مظهر اللفحة على الاوراق والسيقان والسنابل اتنين وجود بقع صغيرة بتكبر تدريجيا حتى تصل احيانا الى ما يقرب من 3 سنتيمترات في الطول وحوالي 1 سنتي في العرض بيصبح لون الوسط رماديا وقزرا وبيكون بلون القش بينما حفة البقع بيكون لونها بني ايه داكن تلاتة والمهمة عند اجتمال تكوين الحبوب في السنابل ده بيؤدي الى عدم اجتمالها وموتها وتميل السنبولة ميلا كبيرا بسبب ان اعناق السنابل قد تتعرض للضمور وقد تمتد الاصابة الى اغلفة الحبوب وتتلون الاغلفة بلون ابيض باهت ولذلك ممكن اشاهد سنابل بيضاء اللون في الحقل تعالوا نشوف الاعراض بالصوت والصورة زي ما احنا معودينكم دي هنا سنابل قمح سنابل ارز مصابة ودي الجراسيم الكندية للفطر وهنا ادي العراض على الاوراق زي ما انتم شايفين ودي برضو سنابل مصابة مصادر العدوى جراسيم الفطر اللي موجودة في الهواء بقايا المحصول المصاب اللي هو القش ممكن يجيلك سؤال علل ضرورة التخلص من القش الارز بعد جمع المحصول هتقول له انه مصدر اصابة بفطر اللفحة في الارز التقاول مصابة والحشاش الناجلية زي حشاشة الدنيبة او حشاشة العجيرة المكافحة التبكير في الزراعة تخلص من قش الارز قبل زراعة المحصول الجديد تلاتة التخلص من الحشاشة التي توجد بالارز زي الدنيبة والعجيرة لانها تزاحم الارز في نموه وتجعله اكثر تعرض للاصابة الزراعة بطريقة الشتر لما اقول لك ليه تفضل زراعة الارز بطريقة الشتر عن طريقة البدار هتقول له لاتساع مسافات الزراعة وسهولة اجراء عمليات الخدمة سهولة التخلص من الحشاشة تقليل نسبة الرطوبة في المحصول كل دي عوامل بتؤدي الى تقليل نسبة الاصابة بمرض اللفحة في الارز استعمال تقوي سليمة تجنب الافراض في استخدام السماد الازوتي افضل طريقة لمقاومة المرض زراعة اصناف مقاومة زي صنف جيزة 177 وصنف تاني اسمه جيزة 178 الراشب احد المطهرات الفطرية المصاب استعمالها من قبل وزارة الزراعة في حال ظهور اصابة في حقول الايه الارز المرض العاشر اللي عندنا الندوة المبكرة في البطاطس والطماطم خلي بالكم معايا احنا خدنا في بداية الامراض الفطرية خدنا الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم ممكن يجي لك اذكر المسبب المرض في الحالات الاتية ويجيب لك المرضين مع بعض علشان يشوف انت طالب فاهم ولا مش مذاكر المرض الاولاني اللي هو الندوة المتأخرة خدنا في بداية المنهج وده كان المسبب بتاعه فطر بيضي بينما الندوة المبكرة ده بيبقى المسبب بتاعها ايه اولاد فطر ناقص وده مرض خطير جدا بيسبب خسائر كبيرة جدا لمحصول الطماطم في مصر والبطاطس بتقدر بحوالي 20% من قيمة المحصول المسبب فطر ناقص ده ما احنا متعودين الاعراض على البطاطس بتظهر على الاوراق والسقان بقع جلدية الملمس خلي بالكو في الندوة المتأخرة كانت بقع مائية صغيرة محدودة لونها بني داكن او مسود قد يصل كطرها الى 3 الى 4 سنتيمتر تتميز بوجود حلقات دائرية ده اللي مميز بقى المرض وجود حلقات ايه دائرية ده على الاوراق بينما على الدرانات بتتكون عليها بقع لونها بني محمر غائرة نوعا ما تحت القشرة وشكلها بيكون مستدير او غير منتظم بيتلون النسيج النباتي اسفل البقعة بلون بني وبيصبح في الليني جاف بيفصل الاجزاء المصابة عن الايه الاجزاء غير المصابة ده الاعراض على البطاطس طب تعالوا نشوف بقى الاعراض على الطماطم ظهور بقع مائية مستديرة بقع مستديرة بنية اللون وبقع حلقات مميزة ده شكل الحلقات المميزة ده اللي بيفرقل بين الندوة المتأخرة والندوة المبكرة عند اجتداد الاصابة بتتصل هذه البقع مما يؤدي الى صفرار الاوراق وتحولها الى اللون البني ثم موتها وسقطها في النهاية ولا زي ما انتم عارفين لو حصل مشكلة في الورقة يبقى بالتالي ما فيش بناء ضوء يبقى بالتالي بيقل المحصول او يموت النبات باكمله تعرض السمار الناضجة لللفحة ممكن يجي لك سؤال علل في الامتحان يقول لك علل اجتداد الاصابة بمرض لفحة الشمس على الطماطم عند الاصابة بمرض الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم هتقوله نظرا لان الاوراق بتزبل وتجف وتموت مما يعرضها لاشعة الشمس تكون بقع بنية اللون او سوداء جلدية غائرة مستديرة تقريبا وبتكون مختلفة في الحجم وقد تتكون بها حلقات بجوار عنق السمرة عادة تعالوا بها ناخد الاعراض زي ما انتم شايفين ادي الاعراض على البطاطس ادي الورقة وبها الحلقات زي ما انتم شايفين واد الدرن المصابة بها بقع غائرة بيكون لونها بن محمر وعلى الطماطم زي ما انتم شايفين ادي الاوراق بتزبل وتجف وادي سمر الطماطم بها بقع بنية غائرة عند اتصال العنق اللي ايه السمرة بالساق تعالوا ناخد طرق انتشار المرض بينتشر بواسطة الجراسيم الكندية بواسطة الرياح والامطار والمياه واخدناها قبل كده انا فاكرين لما انتقول لكم الامطار ومياه الري ومياه الامطار والندى بتؤدي الانتشار المسببات المرضية بيمكن للفتر المسبب ان يمضي فترة بين موسمين على مخلفات المحصول ولذلك هيجيلك سؤال علل ضرورة التخلص من عروش البطاطس والطماطم هتقول له لانها تأوي جراسيم الكندية اللي بتسبب انتشار مرض الندوة المتاخرة في البطاطس والطماطم الظروف الملامة لانتشار المرض الضعف العام للنبات نقص العناصر ونقص التسميد العضوي ورطوبة المرتفعة ووجود الندى درجة الحرارة الملامة من 24 ل29 درجة مئوية تعالوا بقى ناخد طرق مكافحة الندوة المبكرة اول حاجة اتباع دورة زراعية ملائمة يراعى فيها عدم تكرار زراعة البطاطس والطماطم في نفس الحقل سنين متتالية تخلص من بقايا المحصول المصابة وحرقها وعدم استخدامها في عمل الكومبوست العناية بخدمة المحصول وتسميده جيدا لكي يكون مقاوم للمرض عدم زراعة شتلات مصابة راشب احد المطاهرات الفطرية المناسبة الوقائية والعلاجية طبقا لتوصيات وزارة الزراع هناخد بقى العفن الاسود في البرتقال ابو سورة العفن الاسود المسبب فطر ناقص الظروف الملامة استمارة ضعيفة الموجودة في درجة حرارة منخفضة ورطوبة عالية وتعرض لرياح الجافة العراض ظهور عفن جاف اسود اللون على استمار البرتقال وخصوصا في منطقة السورة استمارة الصغيرة بتقف عن النمو وتزبل وتسقط بينما السمارة الناجدة بتتعفن والسمار المصابة بتتلون اسرع من السمار السليمة وبيصبح لونها اصفر فاقع يعني اصفر باهت العراض زي ما انتم شايفين في الصور معنا ادي العفن الاسود اهو زي ما انتم شايفين وادي الجرسيم الكنيدية ودي السمار شايفين اللون الاصفر باهت ازاي ده عراض الاصابة بالعفن الاسود في البرتقال او السرعة والمكافحة جمع السمار وعدمه حتى لا ينتشر المرض العناية بخدمة الاشجار حتى تكون السمار قوية لتقاوم المرض تلاتة وده المهمة جدا عدم ترك السمار على الاشجار حتى تنضج بل يجب جمعها عندما تكون في الطور الفضي او بنقول عليه الطور الاخضر اربعة والاخيرة الرش بمحلول الجير والكابريت ثلاث مرات مع بداية ظهور المرض وعلى فترات بين كل مرة والاخرى حوالي شهر بيفيد في تقليل نسبة الايه الاصابة هناخد المرض اللي بعد كده اللي هو رقم 12 خناق القطن المسبب بتاعه فطر بنقول عليه رايز كوتونيا سولاني ده فطر ناقص الظروف الملامة لانتشار المرض بينتشر في محافظات الدلتا وخصوصا الداهلية والشرقية وكفر الشيخ وبسبب خسار كبيرة جدا نظرا لانه بتكون الظروف ملامة لانتشار المرض اللي روتوبة العالية والجو البارد والاراضي السقيلة وخصوصا في الشمال الدلتا الاعراض زي ما انتوا شايفين غياب كثير من الجور يبقى خسارة مباشرة ظهور قرحة او نطبع على سوايقة البادرة قبل سطح التربة في منطقة السوايقة الجنينية السفلة القرحة دي بتكون غائرة ولونها بني داكن او بتكون ارجواني زي ما انتوا شايفين في الصور معنا تلاتة سقوط وموت البادرات نتيجة لموت انسجة القشرة وتآكلها المكافحة العناية بخدمة الارض وتنايمة حتى تكون مفكاكة لأسهل خروج البادرات بسرعة فوق سطح التربة الزراعة في الايام الدافئة او في نهاية الموجة الباردة اتباع طريقة طريقة الزراعة بالرمل والمضرب اللي احنا بنسميها طريقة دمسوية دي بتعمل على رفع درجة الحرارة وتدفية الجور وزيادة سرعة الانبات وتقليل الاصابة بمرض خناقل ايه القطن استخدام تقاوم منزوعة الزغب ومعاملة بالمطاهرات الفطرية قبل اجراء عملية الزراعة المرض الاخير اللي معانا من الفطريات الناقصة اللي هو العفن الابيض في البصل المسبب فطر ناقص ده مرض خطير جدا ياولاد بيصيب محصول البصل في محافظات الوجه القبلي اللي هي محافظات الصعيد وخصوصا محافظة بنسويف ومحافظة المينيا والمرض ده معمول عليه حجر زراعي داخلي لانه مرض خطير جدا بيؤدي الى تلف محصول البصل المصاب ولو انا ما عملتش حجر زراعي بتنتقل جراسيم الفطر او الاجسام الحجرية للفطر من محافظة الى التانية وبالتالي بيعمل على انتشار المرض بين الايه المحافظات فلازم اعمله حجر زراعي داخلي تعالوا بقى نشوف الاعراض اول حاجة زبول اوراق النباتات المصابة تدرجيا واصفرار قمتها في النهاية وبيدبل النبات المصاب تابعا لذلك ثم يموت اتنين بقى ودي المهمة سهولة اقتلاع النبات المصاب من التربة نتيجة لتعفن جزور وموتها هو اسم العفن الابيض الابصال المصابة بتكون طرية وبينمو عليها او ده البال بميزه على سطحها الزغب ابيض اللون عبارة عن مايسيليا من الفطر المسبب للمرض ولذلك يسمى هذا المرض بالعفن الابيض في البصل اربعة والاخيرة بتجف الابصال في النهاية بيظهر عليها اجسام صغيرة سوداء اللون حجمها بيكون مثل حجم رأس الدبوس بتعرف بالاجسام الحجرية وهي دي تتكون في نهاية دورة التطفل بتاع الفطر زي ما انتوا شايفين الاعراض ادي الابصال ودي النموات الزغبية ودي الجزور هنا زي ما انتوا شايفين ادي برضو الابصال يسهل اقتلاع لانه الجزر بيتلف تماما ودي الاعراض على المجموع الخضري اسفرار في الاوراق هناخد المكافحة اول حاجة اتباع دورة زراعية مناسبة يراعى فيها عدم زراعة بصل او توم في التربة الملوثة عدة سين عشان الاجسام الحجرية اتنين عدم زراعة ابصال او شتلات مأخوزة من حقل ملوث تلاتة التخلص من الابصال الملوثة بالحرق وعدم رميها في الترع والمصارف ترك الارض بور خلال فترة الصيف وذلك لان درجة الحرارة المرتفعة صيفا بتقضي على كثير من جراسيم الفطر عدم نقل التربة من حقل ملوث الى حقل سليم تعالوا بقى نتطارق للوحدة التالتة من المنهج بتاعنا اللي هي البكتيريا والامراض اللي بتسببها انا عايز اديكم فكرة بسيطة عن البكتيريا زي ما اديتكم فكرة بسيطة عن الفطريات البكتيريا كائنات حية وحيدة الخلية غير حقيقية النواة او بنقول عليها بدائية النواة ولو جالك سؤال علي في الامتحان لماذا تعتبر البكتيريا من الكائنات الحية غير حقيقية النواة هتقول له لانه لا يوجد لها غشاء نووي ده اللي جابها باختصار شديد جدا البكتيريا اول عالم اكتشفها العالم توماس بورل سنة 1878 وده عالم استاذ النبات في جامعة الونوي في الولايات المتحدة الامريكية ده اتبع فروض العالم روبرت كوخ واسبت انه البكتيريا هي اللي بتسبب مرض خطير جدا لاشجار التفاح والكمترا اللي هو اللفحة النارية في التفاح والكمترا البكتيريا ده التعريف بتاعها كائنات حية وحدة الخلية تتكاثر بالانقسام السناء البسيط واشكالها الكروي والعصوي والحلزوني ومعظم البكتيريا اللي بتسبب امراض للنبات بتكون بكتيريا عصوية قصيرة مع ده جنس واحدة اللي هو جنس الاستريبتومايسيز ده بيكون خيطي الشكل تعالوا ناخد الاشكال زي ما انتم شايفين في الصور كده بتكون لاما كروية لاما عصوية لاما لولبية او فردية الكروي لاما في ازواج لاما في سلاسل لاما في مجموعات الامراض البكتيرية اللي هناخدها في المنهج ست امراض امراض العفن الطري امراض الزبول الوعي البكتيري امراض اللفحات البكتيرية امراض الاورام او تدرونات أمراض التبقعات أو الموت الموضعي للأنسجة وأمراض الجرب هناخد الطرق العامة لمكافحة الأمراض البكترية والطرق العامة خلي بالكم الطرق العامة لو أنت حفظتها من دلوقتي تكتبها في أي مرض من الستة اللي هناخدهم هيسهل عليك كتير جدا بدل ما تحفظ كل مرض لوحدة لأن الطرق العامة معناها أن تشمل كل الطرق اللي أنا باستخدمها في مكافحة الأمراض البكترية حد هيقول لي يا دكتور أول طريق إيه من غير مفكر زراعة أصناف مقامة منع تلوث الحقول أو المحاصيل بالكينات الممرضة البكترية وذلك عن طريق إدخال وزراعة البذور السليمة فقط أو النباتات السليمة اتباع العاملات الصحية التي تهدف إلى تقليل اللقاح في الحقل اللي هو الحمل الماكروبي وذلك عن طريق إزالة وحرق النباتات المصابة أو الفروع المصابة وتطهير الأدوات الزراعية ضبط كثير من العاملات الزراعية زي التسميد والرأي مما يؤدي إلى جعل النباتات غير عصارية ومقامة للمرض اتباع الدورة الزراعية المناسبة خمسة استنباط الأصناف المقامة زي ما نقول لكم من شوية هي أفضل الطرق المتابعة ستة استعمال المواد الكيموية وتعتبر من أكثر الطرق فعالية في مقامة الأمراض البكترية كما في حالات تعقيم التربة الملوسة بالفورمالين مثلا وسبعة استعمال المضادات دي مهمة جدا ممكن يجيلك سواء العالي في الامتحان لماذا تعتبر مضادات الحيوية أفضل الطرق في مقافحة الأمراض البكترية هنقوله الإجابة باختصار شديد جدا لأنها من المراكبات التي تمتص جهازيا داخل أنسجة النبات مما يؤدي إلى تقليل نسبة الإصابة بالأمراض البكترية والأمثلة اللي عندي للمضادات الحيوية كثيرة البنسيلين استريبتوميسين تيترا سايكيلين أمثلة كثيرة جدا عندي هناخد بقى أول مرض عندنا من أمراض البكترية اللي هو التدرون التاجي في الحلويات والعنب لازم أفصل الاسم التدرون دا من الدرانات بتاعة البطاطس التاجي يعني في منطقة التاج منطقة التاج دي فين يا دكتور هي المنطقة أعلى الجزر وبداية الساق يعني المنطقة اللي بتبقى ملامسة لسطح التربة تقريبا في الحلويات يعني في أشجار الحلويات اللي هي بتشمل مش مش البرقوق الجوز اللوز كل دي بنقول عليها الخوق كل دا أشجار الحلويات المسبب بكترية والظروف الملامة لانتشار المرض وجود الحشرات القارضة ودي بتأدي إلى إحداث جروح في النبات مما يسهل من دخول وانتشار المسبب المرضي الأعراض زي ما أنا أقول لك من اسم المرض ظهور أورام عادة في منطقة التاج أو على الجزر والسقار القريبة منها لعدة أنواع من الأشجار والشجارات زي التفاح والخوخ والعنب والورد ويكون الورم في البداية رخ ويعني طري وقد يبقى كذلك أو يصبح خشبيا عند تقدم الإصابة في السن الأعراض زي ما أنتوا شايفين الأورام اللي عنده هذه عبارة عن تدرونات لقد تكون صغيرة عدة سنتيمترات وقد تصل إلى أكبر من ذلك ودي شكل البكتيريا الخيطي بيكون عندي أدي الصوت اللي هي بتتحرك بالبكتيريا المكافحة بقى ركزوا في المكافحة زي ما خدنا الطرق العامة غمس البزر والشتلات قبل الزراعة في المستحضر الحاوي المكون من سلالة 84 من بكتيريا اسمه أو نوع من سلالات اسمه أجرو بكتيريا راديو بكتر ده بيقام المرض الرش برايب مياه نظيفة غير ملواسة بالمكروبات المرضية اختبار أرض المشتل قبل زراعة أي شتلات بها عند زراعة المشتل لأول مرة إعدام الشتلات والأشجار المصابة بالتقليع والحرق ثم تطهير مكان الجوار المصابة بالفورمالين حتى لا يكون ذلك مصدر للعدوى استعمال الكيمويات والمضادات الحيوية زي الاستريبتوميسين ومعالجة الأورام النشاعة عن المرض على الشتلات والأشجار المصابة تغيير درجة حموضة التربة لأن المرض ده بينتشر في الأراضي القلوية أكتر من الأراضي الحموضية طب أعمل إيه بقى عشان أغير حموضة التربة؟ يبقى أضيف الكابريت الزراعية؟ لو قالك يفضل إضافة الكابريت الزراعية عند الإصابة بمرض التدارون التاجي في الحلويات هتقوله الإجابة باختصار لأنه ذلك يعمل على رفع درجة حموضة التربة مما يقالل الإصابة بمرض لازم تذكر اسم المرض التدارون التاجي في الحلويات والعنب المرض الثاني اللي عندنا مرض خطير مرض خطير جداً اللي هو العفن الطري في البطاطس المسبب بكتيريا والظروف الملامة لانتشار المرض اللي هي الجروح هي اللي بتدخل منها المسببات المرضية وقد تدخل أيضاً عن طريق ما يسمى بالعديسات العديسات دي بتبقى موجودة على السطح العلوي لأوراق النباتات والحشرات أيضاً بتؤدي إلى إحداث جروح ودخل المسببات المرضية ورطوبة العالية برضو بتؤدي إلى انتشار المسبب اللي هي المرضي الأعراض أول حاجة بتصاب الدرانات في الحقل وبيحدث لها عفن طري مسحوب برائحة كريهة بتشبه رائحة السمك المتعفن ليونة أنسجة الدرانة المصابة السفرار السيقان والأوراق عند حدوث الإصابة في الحقل الأعراض زي ما انتوا شايفين أهو معنا أدي الدرانات المصابة وأدي المجموعة الخضر اللي هي المصابة المكافحة زراعة البطاطس في أراضي خفيفة أو طمية جيدة تصرف عشان أقلل نسبة الرطوبة اتباع دورة زراعية مناسبة عدم الإفراط في السماد الأزوتي تجنب العزيق عشان ما عملش جروح في الدرانات والجزور الفرز الجيد لدرانات البطاطس والاستبعاد المصاب والمجروح حتى لا تكون مصدر للعدوى بالمخزن التخزين في مخازن جاف على درجة 5 درجة مقاوية يقلل من حدوث الإصابة مقاومة الحشرات في المخازن زي فراشة درانات البطاطس ده بيؤدي إلى تقليل نسبة الإصابة بالمرض ثالث مرض عندي اللي هو الزبول البكتيري أو العفن البني في العائلة البازنجانية المسبب بكتيريا وظروف الملامة لانتشار المرض بينتشر عن طريق التقاوي المصابة بالمايكروبات أو السماد البلدي الملوس أو إحداث الجروح عن طريق النماتودة الموجودة في التربة وقد يدخل المايكروب أيضا عن طريق الصغور والمرض ده بيزداد في التربة اللي هي درجة حرارتها بتكون من 25 إلى 35 درجة مئوية الأعراض زبول مفاجئ على البادرات بيؤدي إلى موتها أما على النباتات الكبيرة قد يظهر عليها أعراض زبول وتلون الأوراق ثم سقطها وبتموت النباتات في النهاية تتلون الأنسجة الوعية اللي هي أوعية الخشب واللحاء والجزور والدرانات في حالة البطاطس باللون البني أما عند عمل قطاع عرضي في هذه الأجزاء بيشاهد قروج سائل لازج بيخرج منها والثالث حاجة عندي تعفن الجزور وبيظهر الزبول التدريجي على النباتات وبتموت في النهاية ويعزى ذلك إلى انسداد الأوعية بالبكتيريا والعراض زي ما انتوا شايفين عند ايه أدي الماكروب نفسه عصوي قصير وزي ما انتوا شايفين أدي الزبول البكتيري أو العفن في العائلة البازنجانية هناخد بآخر حاجة بقى عندنا اللي هي طرق المكافحة اتباع دورة زراعية طويلة بيزرع فيها محاصيل لا تسب الماكروب تتراوح مدتها من خمسة لست سنوات الزراعة في أراضي بكر غير مسجل بها المرض استخدام الأصناف المقاومة في حالة توفرها واعدام النباتات المصابة والزراعة بتقاوي سليمة خالية من الإصابة وتقليع النباتات المصابة من الحقل دوريا وهذا من شأنه أن يقلل الإصابة بالعدوى بكده أعزاء الطالبة والطالبات نكون أخدنا مع بعض الأمراض اللي بتسببها الفطريات الناقصة وقلنا عندي أكتر من مرض خدنا الظروف الملعمة لانتشار المرض والمسببات المرضية وطرق المكافحة والأعراض وبعد كده خدنا الصفات العامة للبكتيريا وعرفنا تعرفها وعرفنا طرق العامة لمكافحة الأمراض البكتيرية وخدنا في الحلقة دي 3 أمراض بكتيرية وإن شاء الله هنستكمل باقي الأمراض البكتيرية في الحلقة القادمة وبكده أعزاء الطالبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور والشلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته